الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد أبو الرب وعن إعلانه عن تسجيل أغنية جديدة بحيت نزل بحسابها بالإنستغرام هذا الستوري لقدامكم اللي كان دي سجل بي أغنية جديدة رح حطلكم إياه فهل رح نشهد حرب دستات بين ريدر وأحمد أبو الرب طبعاً الميعرف في ريدر نزل دستراك كرنبالي على أحمد أبو الرب فكتبونا بالكومنتات وقعاتكم الخبر الثاني اللي عدنا عن ريدر وياسو ترك ريدر لليوتيوب بحيت نزل بحسابها بالإنستغرام هذا البوست لقدامكم اللي كان في حصوته هو صغير وكاتب بخصته بالراب وبالنهاية كاتب ريدر رح يرجع لكم أقوى بعد فترة فصراحة من الواضح أنه رح يقطع فترة عن اليوتيوب أتوقع أنه هو بسبب ياسو مشكلته وياها فإن شاء الله يرجع بسرع وقت وطبعاً الكومنتات كلها كانت تسأله ليش مشكلتك وياسو من هذا الكلام وهو ما كان يجاوبهم ويقولوا لأنت رح تترك اليوتيوب سبب ياسو هذه الحاجة الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ومرسال ورد المنتظر من مرسال فبعد ما بيسان نزلت هذا المقطع على قناتها اللي طبعاً هي كشفت بنفسها أنه هي تسجل محادثات صديقاتها وبنفس الوقت حاولت أنه تقصف مرسال دليل عصبيتها بالفويس عمسجل كان ضلت رواء وهذه مثل بعض جماعة ما بيظلوا رواء وريلاكس وهيكا محترمين عند التسجيل خبرة طبعاً ما فتهم بيسان ممكان التقصد فهي توصد مرسال بهذا مقطع اللي كان دي يسجل بي محادثة هي وأمها كان دي يتهجمون عليه ونزلها باليوتيوب وتقصد لأن كان اسلوبه بهذا المقطع كان كل شي مروق وكل شي هادي هو دي يسجل المحادثة لكن طبعاً الأغلب يعرف أنه هذا هو اسلوب مرسالة بالحاجة يعني في مرسال نزل على الحساب الإنستغرام شوي تستورياتي رد بيها على بيسان وعلى هذه النقطة حطلكم إياها يسعد نساكن شو الأخبار أول شغلة بدي يرد على الشي معين انحكي عني قال في بعض جماعة بتهموني أنه أنا بسجل أصوات للعالم وبمثل أني أنا منيح أنه يشوفوا الناع بيغلطوا علي وأنا سيكتلون لا أنا هي طبيعتي أنا لما الإنسان بيثبت لي أنه هو مؤد كلامه بسجله صوته وبقلع له عينه مشان ثاني مرة يعرف لما يحكي كلمة يكون قدة الفكرة الثانية يعني مدام أنتوا كنتوا انتقضوني على شغلة التشجيل أصوات أنتوا ليش بتروحوا بتسجلوا أصوات للعالم مو عساس الشغلة بشعة لا الشغلة مو بشعة هاي الشغلة تضمن لي حقي أنا لما بعرفك أنت إنسان ما عندك مبدأ رح سجلك صوتك وأي شخص بيحكي معي وعرفان إنه ما عنده مبدأ خليه توقع رح سجله صوته وكمان إذا بطلع أكثر من هيك رح أعمل مشان ثاني مرة يعرف يكون أتحكيو وأحبكم وخليكم ريلاكس الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ورجوع أغنيتها الجديدة هو يابيكم يعرف إنه الأغنية رجعت لأنه منحفت ورساعة تقريبا فبيسان نزلت بالمنتدة أول شي هذا البوست اللي كانت حبايبي رجعت الأغنية بشكركم على وقفتكم جنبي والحمد لله على كل شي ما بيضيح حق حدا شكرا كتير بدنا نوصلها لأكبر عدد ممكن من المشاهدات ولكن من ندخل على الرابط يقول لك هذا الفيديو تم إزالته من قبل القائم يعني بيسان هي اللي حذفت المقطع صراحة ما أعرف السبب اللي هي حذفة المقطع حل إنه المشاهدات كانت كلش نازلة أو بالسبب إنه خايفة ينحذف المقطع مرة ثانية وتأكل سترايك ولكن طبعا بنفس الوقت أغنية حنيق قصيرة مسيطرة هم من حذفة من اليوتيوب وهو يعتقدون بيسان لحد فتاة فمادروا يكتبونا بالكومنتاج شو تتوقعون وبس والله هنا وصلنا هات المقطع أتمنى مقطع أعجابكم لا تنسونا تحطوناها وتتتركون بالقناة جانا ياكم فيدي الزين من قناة مملكة الخصاص ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة